اشتركوا في القناة يعني موضوع كنا عم نتكلم سبحان الله صباحا عن القلوب البيضاء ونأتي الآن إلى الأياد البيضاء والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ودورة في مساعدة البلاد المنكوبة يعني حضرتكم لكم جهد واضح في هذا الأمر وبالتحديد خلينا نقول في أفغانستان ما هو الوضع هناك الوضع الإنساني لا شك هناك تحدي كبير أولا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد وشكرا لإدارة المسك الرائدة بداية أن أخي الحبيب هناك حصل تحول سياسي كبير أفغانستان بشكل عام 42 سنة والحرب لم تد أوزارها بعد فأينما توجد الحرب أكيد توجد هناك مشاكل فقر والحاجة والحاجة وكثير حقيقة من مثل هذه المصائب فهذا التحول السياسي المفاجئ تعرفون أن أفغانستان كان 21 سنة كان فيها أمريكان 70% من الميزانية هي كانت تأتي من ناتو ومن أمريكا فبعد انسحابهم وبعد طردهم من أفغانستان ف70% هذه راحت بالإضافة إلى مشاكل كبيرة جدا من الجفاف والأمراض الكثيرة منها كورونا وإغلاق البنوك مغلقة الآن كل البنوك في أفغانستان وأيضا بالنسبة لكثير من الموظفين مستلموا رواتب حتى في النظام السابق بالإضافة إلى وجود البرد القارس نحن عندنا الثلوج في أفغانستان فهناك ثلوج كثيرة أنا شاهدت اليوم مقطع حقيقة أبكاني زملاء من مؤسسة إنسانية يقومون بالتوزيع المساعدات الإنسانية والثلوج تنزل فالأخل الذي يتحدث يقول كثير من الناس يفرحون لجلؤة الثلوج عندما يرون الثلوج لكن من يفرح؟ يفرح الذي يعرف بحبوها من العيش ممتاح مع أسرته في دفع صحي كل أموره يعني مطمئنة لكن الذي ما عنده أدنى مقاومات وهو يسكن في الخيمة فبالعكس هو لا يفرح هو يقلقه كثيرا فهذه المصائب موجودة في أفغانستان سبحان الله يعني نحن فعلا نعيش في زمان فعلا كان الشتاء يعني عادة يحمل الدفع مشاعر الدفع ومشاعر الحب ونحن يعني بتعرف بثقافتنا من قول الشتاء وربيع المؤمنت لكن للأمانة فعلا في سنوات الأخيرة الشتاء صاير غصة لم يعد يعني نشعر يعني دائما في مشاعر غصة لأنه دائما هناك يعني من الآن في أفغانستان في سوريا من عشرات السنين دائما في مخيمات ونعرف أنه في كل شتاء هناك معاناة تتكرر عليهم لمن لا يجد الدفع لمن يعني يغرق أحيانا في الماء الوضع لسهنيك البرد أشد هذه التحديات إذن أنت عم تحكي عن بلد يريد أن يعني يقاوم يصارع الحياة بـ 30% خلينا نقول من مما كان يعيش عليه إذا أضفنا إليها أنه أصلا نحن في وضع اقتصادي عالمي صعب والكورونا الحالة يعني بلاء عم على الجميع طب في ظل هذه التحديات يعني ما هو دور الجمعيات الخيرية كيف ممكن فعلا يكون لها هذا الدور أمام عظمة هذا الخطب مثل ما بيقولوا اتسع الخرق على الراقع أحيانا جروح الأمة أخي الحبيب أستاذ أحمد كثيرة أقدم جرح في جسد الأمة جرح فلسطين وانتعرف وسادة المشاهدين يتفقون معي أن موضوع فلسطين عقيدة وليس موضوع جغرافيا ولا سياسة ثم جرح أفغانستان ثم جرح سوريا يمن عراق كل هذه هي جروح بكل أسف في جسد الأمة وأنتم لا يخفى عليكم أخي الحبيب أن المؤسسات الكبيرة التي نحن نسمع عنها من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبيرة أو الدول العظمة هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخيرون شيئا هؤلاء يساعدون لمآربهم السياسية فقط فيجب علينا نحن كالمسلمين يجب أن لا ننسى إخواننا في كل هذه البلدان المنكوبة كما تفضلت مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعطفهم مثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد السهل والحمى إذا أنت عندك مشكلة بسيطة جدا في إصبعك لا تستطيع أخي الحبيب أن ترتاح من شدة الألم فهكذا الأمة الإسلامية هي أمة واحدة هي جسم واحد إذا طفل في سوريا طفل في اليمن طفل في أفغانستان يتيم في فلسطين غير متاح نحن لا نرتاح أبدا حتى لو نعيش نحن في بحبوح من العيش لماذا؟ لأن هذا هو إيماننا حقيقة فهنا أخي الحبيب دور الفرد الفرد؟ بالضبط يعني أنا سأتي هذه النقطة فعلا الفرد كفرد كمؤسسك ماذا سيصنع أمام ضخامة الحاجة والحاجات اللامتناهية والأعداد الضخمة من المحتاجين الفرد عليه أن يبادر عليه أن يبدأ بنفسه وعليه أيضا أن يبدأ من إخوته من دائرته ضيقة من أسرته وكذلك من أصدقائه المقربين وعليهم أن يعتمدوا على الجمعيات والمؤسسات المعتمد الموجودة الكثيرة في كل بلدان كل واحد أخي الحبيب يعرف يتيم وأرمل ومسكين في منطقته في قضيته حضرتكم ألا تعرفون قوائم من المحتاجين؟ أنا شخصيا هكذا عندي قصة أعرف أنا في منطقته فل يبدأ كل واحد أخي الحبيب لا ننتظر دول العظمى والمؤسسات الإنسانية الضخمة والكبيرة والتي تتحدث كثيرا برؤياهم البراقة ورسائلهم والهداف الاستراتيجية ولكن في الواقع حقيقة أكرر لا تساعد إلا لمآربهم السياسية الآن عندنا أفغانستان أنموذجا الآن أفغانستان 9.4 مليار دولار سرقوه أمريكا ومان معهم من ناتو الآن هذه الأموال هي ليست للسياسة هي ليست للحكومة هي أموال الشعب والأمم المتحدة كمنظمة ضخمة كبيرة لا تساعد وإذن المنظمات الأخرى فإذن ما هو الحل؟ الحل الأفراد يجب أن يبادروا والناس يجب أن تبادروا عن طريق المنظمات والمؤسسات التي هم يعرفونها صدقا أخي الحبيب أستاذ أحمد لو كل واحد دفع ما يجب عليه من الزكاة من المسلمين لما وجد الفقر في الأمة هذا نداء أخي الحبيب للأمة يجب الأمة تقوم بأداء الواجب ألا إني أكلت اليوم أكل الثورة الأبيض أخشى أن نقول هذا الكلام متى نحن نبادر؟ نحن نعيش كل يوم عم نقوله فتح الله عليك كل واحد كل أسرة تبادر أنا عندي تجربة متواضعة عندي أنا صندوق لفلسطين أنا أريد أدرب أبنائي بصدقة وأيضا أربطهم مع القضية الكبرى هي قضية فلسطين فأولادي عندما أحيانا يضعون بعض الأموال البسيطة شيئا بسيطة فهذا صندوق وفي صندوق آخر لأفغانستان بلدي وحقها لي أكبر فأنا أربي أولادي بهذا الشيء ثقافة أصبح عندنا يعني كل واحد حتى يأخذ المصروفة والمدرسي في نهاية الشهر فأحيانا الأولاد أنفسهم ما يشترون بعض الحاجات يقولون نحن نريد أن نضع هذا المال في صندوق هكذا كل الأسرة يجب أن يكون عندهم هذه البادرة موجودة فولي الأمر في الأسرة هو عندما يبادر بقية أفراد الأسرة يتعلمون وهكذا هذه الأفكار يجب أن تتسرب إلى بقية الأسر أنا لا أقول هذا يقع في الرياء لأن قلب الإنسان يوجد هناك أمراض كثيرة ولكن عندما يكون هدف الإنسان هدف تربوي نبيل سامي طبعا حتى يتعلم منه الناس الآخرين يريد الخير أن ينتشر هذا الكلام يجب أن لا نحن ننتظر أخي وتلك الأيام نداولها بين الناس أحد التجارب الجميلة كونك ذكرت تجربة في بعض الجمعيات المتعلقة بموضوع الأيتام أنه هذا اليتيم يحضر مثلا صورته إلى البيت ويرجيه لأطفال الأب ويرجيه لطفل الصغير أن أشوف هذا صديقك وأن كان هو ببلد آخر ومكان آخر وأنا كلما أشتري إليك لعبة أشتري له لعبة ولما أشتري لك ملابس أيضا أرسله ملابس بنفس الوقت هذا بيصير عنده ارتباط أنه أنا في عندي صديق وفي لك أخ في مكان آخر أقرب من صديق هذا أخ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عمل مؤخاة في المدينة منورة ماذا فعلوا الصحابة يعني الصحابة أصبحوا لنصار أصبح عندهم إخوة الذين قدموا من مكة المكرمة أصبح عندهم أخوة هذه من أقوى أنواع الأخوة يعني نحن نقرى حقيقة نماذج كثيرة في سيرة النبوية طيب متى ننفذها فالأسرة المقتدرة عليها أن يتكافل يتيم في سوريا في اليمن في أفغانستان كما تفضل بهذه الطريقة صاحب الأسرة يقول لهؤلاء هؤلاء إخوانكم أنا أكرمني الله سبحانه وتعالى بكفالة عدد من الأيتام أنا أقول لأبناء هؤلاء إخوانكم فعندما أنا أرى يتيم عنده مشكلة في حياته عنده مشكلة معينة والله العظيم لا أرتاح مرة أنا رأيت صورة أحذيتهم أكرمك الله عزك كانت ممزقة فتواصلت هناك مع الشباب قلت لهم عندنا يوم الجمعة إجازة قلت لهم أرجوكم أسلحوا لنا هذه المشكلة قالوا يا عتيد إجازة بكرة قلت لهم إجازة أحذر هذا اليتيم وشر له الحذاء أنا والله ما أنام إذا تريدون أن أنام مرتاح غيروا الجزمة لليتيم وأكرموني بصورة جديدة لجزمة حتى أرتاح فالمؤظف انتقل إلى نفس المنطقة الموجود فيها دار الأيتام وشكل الأحذية فيجب أن نشعر يعني أنا أحيانا موقف من المواقف مرة من المرات ابني كان موجود معي فزورت إحدى المدارس الأيتام يتيم جزمته ضعيفة أخلعت جزمة ابني وأعطيته لليتيم قلت يا ابني يجلس في السيارة الآن أشتر لك جزمة أخرى هو ما عنده والد موجود فرعاية اليتيم حقيقة هي مهمتنا فالله سبحانه وتعالى يقوم برعاية الأيتام ونحن نقوم برعاية الأبناء شتان أخي أحمد بين رعاية الرحمن وبين رعاية الإنسان الموضوع فقط موضوع ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملها بكرة أنا أموت أبناء هذه يبقى لك أخي أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة هل أنت تريد أن تكون منزلتك مع رسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرب أشار صلى الله عليه وسلم ببوري لانجويش لغة الجسد فبالتالي يجب حقيقة أن نشعر بهذا الشعور الصادق ويجب أن نترجم أخي هذا السلوك وهذا الشعور إلى سلوكنا لكن مجرد أستاذ في موضوع فعلا اللي هو موضوعين النقطة الأولى أنه بعض الأفكار اللي بتصيب الإنسان أنه هذه المشاعر الرائعة بس أنا بعرف حالي لن أستطيع أنه إذا أنا ساعدت يتيم ففي الآلاف غيره هذا جانب من الجوانب اللي أحيانا بتكون سبب مصبت للآخر لبعض الناس أنه خلص إذن أنا ماذا سأفعل من الأمور الأخرى أنه إذا كان كمان الواحد عنده هذه الحساسية العالية مثل ما تفضلت بس هو لن يستطيع أن يعني هو الواحد عنده قدرة محدودة فبيكون دائما عايش بيقول لك أنا دائما عايش طب حزين وكئيب لأنه حتى لو أنا ساعدت يتيم ويتيمين حسب طاقتي بس في آلاف بيسمع عنهم وبشوف بالأخبار وكذا فهل كمان من الصواب أن ينظل عايش في حالة فيقول الحزن مع العجز لأنه أنا ما حقدر على كله كيف نوازم بهذه الأمور قاعدة في التنمية البشرية تقول فكر كبير ابدأ صغير انطلق مباشرة جميل من هذا الكلام أتمنى أن لا يكون هذا اللقاء تقليدي روتيني مثل بقية اللقاءات أتمنى من المشاهدين الكرام أن يعملوا أكشن نو وأطلب منك أيضا أستاذ أحمد أن تعمل أكشن ولو خمسين ليرة ليتيم بشهر منظم كل شهر نهاية شهر هذا خمسين ليرة من راتبي يذهب يصرف لأجل هذا اليتيم كما تفضلت عدد كبير جروح الأمة كثيرة وكبيرة وحاجة هناك أكبر حقيقة حتى الدول لا تستطيع حقيقة أن تغطي هذه الحاجات إذن هل نقف مكتوف الأيادي هكذا يجب أن نبادر أخي الحبيب يجب أن نبدأ أهم شيء لأنفسنا كما تفضلت لإسعادنا نحن بدل أحزاننا يعني أنا عندما أنا أقوم بكفالة اليتيم أشعر بسعادة عظيمة جدا وهذا العمل الذي أقوم به ليس له وليس للفقير وإنما لي أنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله فإذن المطلوب مني أخي الحبيب أن أساهم أن أبادر بقدر ما تستطيع كلنا نستطيع كلكم تستطيعون الذي يقول أنا لا أستطيع لا أتفق معه كيف إذا أنت لا تستطيع بنفسك ظروفك الاقتصادية لا تسمح لك حدث الناس الآخرين إذا ما تستطيع فتح الله عليك ما تستطيع وما يستطيع أتع لهم في ظهر الغيب كما تدع أنت لحل مشاكلك أنت في صلواتك الخمس وفي خلواتك مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليلك عند إفطارك أتع لهم لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنه بالدعائك هذا الملك يقول لك آمين ولك مثل ذلك فلذلك علينا حقيقة أن لا ننسى أن أكرر وتلك الأيام نداولها بين الناس نحن اليوم نعيش في بحبوحة من العيش غدا قد نحن نجد أنفسنا نحن إذن هذا هو الابتلاء الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبرنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل لا يقول أكثركم عمل الكواليتي أحسن هذا هو المطلوب جميل أستاذ هل مثلا وضع بلادنا أو دولنا المتأخر أو المتقاعس هو السبب فقط الوحيد في تحميل خلينا نقول الأفراد أو تحميل الجمعيات الخيرية ومساسات المجتمع المدني هذا العبء أم بمعنى أن الأصل للحكومات تغطي أو لا حتى الدول المتقدمة هذا العمل الخير والفردي موجود بمعنى أنه مهما فعلت الحكومات هذا الجانب موجود وسيبقى هذا الجانب أخي الحبيب من أفضل الجوانب أنا لو أسألك عندما انتقل لنا الإسلام هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ راتب وقبل الإسلام نوح عليه الصلاة والسلام هل كان يستلم راتب هود كم كان راتبه آدم كان كم راتبه الصحابة ردوان الله تعالى أنا أجمعين في بداية الدولة الإسلامية ما كانوا يستلمون الرواتب حقيقة إذن الإسلام جاء لنا بتطوع كل واحد يتطوع بما عنده كل واحد سيدنا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه عندما يخرج كل أمواله وسيدنا عمر يريد أن ينافسه الصحابة كانوا ينافسون في الخير حقيقة وكان حقيقة أموالهم في أيديهم وما كانت في قلوبهم كانوا ينفقون سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان بقي يتيما وبقي راعيا ثم بقي تاجرا وكان عنده أموال أموال خديجة هي تسوي أموال قريش في مكة بأكملها ورسول سلام بقي له في الميراث كل هذه الأموال لكن يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة مع اليهودي ممن هذا الكلام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلف كان أيذن يخرج لأجل أمور 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 المسلمين ولأجل أمور نفسه وأهل بيته فبالتالي أخي الحبيب هذه الأعمال التطوعية العمال الإنسانية كانت موجودة وستبقى موجودة وهذا هو الأصل الحكومات كما قلت لكم كل حكومة لديها فيجن خاص رؤية خاصة ورسالة خاصة والاستراتيجيات والأهداف خاصة لا تصرف ولا تنفق إلا في أمورهم وفي مآربهم السياسية فبالتالي هذا هو العمل الفردي العمل التطوعي هذا هو الأصل وهذا هو أخي الحبيب سيبقى وهذا هو موجود مع الله سبحانه وتعالى فأي عمل أنتم تعرفون إنما العمال بالنيات فإنما يكون عمل مخلص صادق لله هذا مقبول غيره مرفوض كثير من الناس حقيقة يعملون لمآربهم الدنيوية هي مرفوضة فبالتالي أنا أناشد حقيقة إخوتي من هذه المنصة المباركة أن يبادروا وأن يساهموا وأن لا يكون هذا اللقاء تقليدي المرأة أنه ما ينتظر بغض النظر لا يقول أن هذا حمل ثقيل يحتاج إلى حكومات هو يحتاج إلى حكومات لكن أنا أفعل ما أستطيع وكما قلت النقطة الأهم أن هذا أنا ما أفعله أفعله لنفسي لنفسي نعم حتى لو أنا ما حلت القضية بهذا القصص من القصص الرمزية اللي بيحكوها عن الطفلة اللي رأيت نجم البحر على الشاطئ وشافت آلاف منها وأحد الأشخاص صارت تمسك وترجع على البحر فأحد سألها أنه ماذا تفعليني يعني أنت شايفي آلاف شو حتغيري فلما مسكت واحد ورمت له قد غيرته حياته هذا هو بالنهاية ما حقدر يصلح كل القضية لكن هو يستطيع مثل ما قلت أنه غير في حياة إنسان أو يرسم البسمة على وجه طفل يتيم أو غير ذلك دائما الوقت سريع معنا هيك دقائق خلينا نقول كأساسيات يعني أنت أنا كتير مهتم بالفكرة اللي ذكرت أنه فلتكن هذا اللقاء فيه أكشن فورا فيه فعل فيه عملي يعني لو تحدثنا أكثر عن بعض أنشطة الجمعيات الخيرية مثلا الآن حاليا في أفغانستان ماذا تفعل شو أكثر المشاكل أو الحاجات اللي موجودة أنا كما قلت لكم مقطع الذي أبكاني صباحا اليوم زملاء أعرفهم من قرب وهم أفضل ناس حقيقة عندنا في البلد هم يوزعون المساعدات في هذه الظروف لا يعرفون الحروب والثلوج والمشاكل هكذا هم يبادرون هناك الآن عندنا في أفغانستان الآن أفغانستان محاصرة الآن لا يوجد هناك أنتم تعرفون أي اعتراف رسمي سياسيا فبالتالي الضحية هي شعب صحيح يعني نحن هنا لا نتحدث في أمور سياسية نضع الجانب السياسي للجن نتحدث عن الجانب الإنساني هناك مصائب كبيرة جدا فحقيقة الآن في أفغانستان الغني يقف يساعد الفقير لكن المشكلة أيضا الغني ما عنده شيء والله أنا أجد بعض الاتصالات من بعض الإخوة التجار الذين كانوا يعيشون في بحبوحة من العيش ما يجدون أموالهم مجمدة في البنوك يقولون نحن حقيقة نستحي أن نقف أيضا في الطوابور أو طوابير لأجل استلام المساعدات من المؤسسات الإنسانية وما نجد ناس حتى يعني يعطوننا القرض الآن حقيقة النبض الموجود في أفغانستان هذه فقط كلها على أمور المساعدات الإنسانية الداخلية الأفغانية فكل واحد في القرية يعرف الفقراء والمساكين وهو يذهب يأخذ من بيته بعض الأشياء وأيضا يجمع بعض الأشياء وهكذا يقفون رأيت أيضا منظر أول أمس في مدينة قندهار جاء هناك أيضا بسبب الثلوج والأمطار البيوت هناك من الطين البيوت تنزل ماء داخل البيت فأحد الإخوة أنا حقيقة يعني أحيي له من هنا تحية ذهب وبادر وأخرج بعض البلاستيكات واشترى أيضا بعض البلاستيكات ووبعه على السطوح نعم وبدأ من إنسان أرملة كبيرة في العمر وهذا السيد الكريم ما عنده جذمة ثلج برد قارس وبنفسه وكان وكيل في البرلمان في الحكومة الماضية فسيد القوم خادمهم المفروض الآن اليوم يختم يعني نحن مشكلاتنا أيضا يقتلنا علىها بعد البلاستيجات وبعد البلاستيج الفاضي وبعد المسميات وبعد الأشياء هذا وزير وهذا برلمان لا وزير خادم رضو برلمان خادم عليهم أن يقفوا معهم وهكذا هم وقفوا حقيقة سر نجاح يعني تجربة أفغانستان الآن بالمتطوعين المبادرين الأفغان أنفسهم والمؤسسات الإنسانية الأفغانية البسيطة المتواضعة ما عندهم ميزانية ضخمة يعني مثل ما تفضلت أنه الأم كلها يكون أيضا إلى أسهام مهما تسعت الجروح بس لازم إنسان يعني يفكر بالجميع ويكون له دور مع الجميع صحيح وكما ذكرت يعني من أفضل أجمل ما قلت أنه الإسلام قام على فكرة التطوع وبدأ بفكرة التطوع ووصلنا بهذا الأمر نعم إن شاء الله يا رب هذه الكلمات أستاذ حياة الله خرجت من القلب إن شاء الله وتصل إلى قلوب المتابعين وصلنا إلى ختام لقائنا الممتع ما حسيت بالوقت وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يكون لهذه الأمة دائما دور في تخفيف جراح الجميع وبارك الله بجمودكم أستاذ شكر الله هناك خلال حبيب بارك الله فيك وهكذا أحبائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة وصباحكم صباحك مسكن صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح الفنون ولحن الأغاني صباح الحوار الذي فيه نكابع صباح بغانحة الهاري تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر وسحع الأناض لأنساب عشقا سميت وجبنور وخبز محمى صباح بطعم جديد لدينا لكم فيما تشتغون وأكثر اشتغلوا في القناة اشتغلوا في القناة